فيزيائي يكتشف سر الأهرامات الذي سيغير العالم عندما نتحدث عن الأهرامات فإننا نفكر مباشرة في مصر أرض الأهرامات ومع ذلك فإننا نعلم أنه يوجد أكثر من ألف هرام في أمريكا وثلاثمائة هرام في الصين وأكثر من مائتي هرام في السودان ويوجد في مصر مائة وعشرون هراما فقط ولو نظرت لوجدت تلك الأهرامات جميعها متشابهة تقريبا لكن لماذا؟ لأن جميع الحضارات القديمة كانت متشابهة في الثقافة تقريبا لذلك فهي مماثلة في التصميم وحتى الآن لم نفهم لماذا بنى القدماء الأهرامات هل كانت بمثابة مكان هادئ ومريح للفرعون عند موته؟ أم هناك السر آخر؟ لم يذكره دارسي هذا النوع من العلوم أم هي صدفة أن آلاف الأهرامات حول العالم متشابهة؟ أم أنه كان يوجد علاقات ثقافية بين الحضارات القديمة؟ وربما كانت فكرة إحدى الحضارات ثم انتقلت إلى الحضارات الأخرى بعد كل هذه التساؤلات يمكننا أن نقول أن الأهرامات لم تكن مستعملة فقط كمقابر بل لشيء آخر مختلف وذلك وفقاً لما اعتقده العالم الأوكراني الذي ظل باحثاً لأكثر من عشرة سنوات عن الأهرامات والسر خلف تلك الأهرامات وبدعم الحكومة الروسية قام بتصميم هرم يصل طوله 144 قدم وهو العالم الوحيد الذي اكتشف السر خلف الأهرامات ولماذا تم بنائهم؟ وهذا هو ملخص لما قاله عن الأهرامات حيث كشف عن الجهاز المناعي في الكائنات الحية زيادة كرات الدم البيضاء أفضل تجديد للأنسجة والبذرة المخزنة في الهرم من واحد إلى خمسة أيام أظهرت زيادة قدرتها 30% في الغلة بعد فترة وجيزة من بناء الهرم بحيرة السيلجر لوحظ تحسن ملحوظ في الأزون فوق المنطقة يتم تقليل النشاط الزلزلي بالقرب من المناطق البحثية من الهرم في شدتها وحجمها كما يبدو أن المناخ العنيف يتنقص في منطقة الأهرامات وعلى ما يبدو أن الأهرامات المشيدة بروسيا بشخاريا لديها دور نيجبي في إنتاج البترول ما نسبة أقل من الزيت اللزجي تصل إلى 30% كما زاد معدل البترول في الأبار طبقا للتجارب التي أجرتها أكاديمية البترول والجاز الموسكية وأجريت دراسات على خمسة ألاف نزيل كانوا يتناولون الملح والنفط الذين تعرضوا للطاقة في الهرم وأظهرت المواضيع اختبار معدل مخفض جدا من العنف والسلوك العام كان أفضل بكثير أظهرت اختبارات ثقافة الأنسج القياسية زيادة في بقاء أنسجة الخلايا بعض فيروس وعدوى البكتيريا تظهر المواد المشاعر انخفاضا في مستوى الإشعاع داخل الهرم كما يوجد هناك أيضا تقارير مكثفة حول ذلك لاحظ الفيزيائيون تغيرات كبيرة في درجة الحرارة كما تبقى المياه سائلة تحت الهرم بنسبة 40 درجة مئوية ولكن سيتم تجميدها على الفور إذا دفعت أو ضربت بأي شكل من الأشكال إذ بعد كل هذا لن نقول فقط أن الهرمات بنيت فقط كمقابر للقدمة إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنواتها التعلم